اهلا ومرحب بكم انا اسمي هاني زريف اسري خريق جماعة القاهرة دفعة مايو تسعة وتنين والعناوين قدامكم دي عبارة عن المدونة اول حاجة باسم الشخصي اه ممكن تقوها بسهولة دوروا في جوجل للعربي ودوانة هاني زريف العنوان التاني اه المجموعة الخاصة بتاعتي على الفيسبوك وبرضه ممكن تدوروا عليها بسهولة في الفيسبوك اه باسم علم الاثار الفالكي في مصر القديم اخر حاجة القناة بتاعتي على اليوتيوب وزي ما هو واضح القناة فيها اسمي الشخصي يعني بعد يوتيوب توت كوم عندينا سلاش سي اختصار تشانيل قناة ثم هاني زريف اصوان مثلا بعضها او هو يوتيوب نفسه نكتب هاني زريف وحنلاقي القناة بسهولة اه دي مدونة بتاعتي يعني ايه مدونة يعني موقع في حاجات كتير جدا زي ما تشوفين معروين موجودة هنا فوق والقواين وهنا نفس الحكاية وعندنا مواضيع كتير جدا ممكن نقرأ عنها جوه المدونة اه المدونة اه الحمدلله اكتر متى وستين الف ورابع تقريبا اه زائر اه اه نيجي بقى للقناة بتاعتي اه القناة بتاعتي فيها كم من الفيديوهات لا بقس به برعاليها مشاهدات عادة والحمدلله اه اه ازا من شايفين كده كان مجلس نقابة المشديسة حين باللقصر ادوني اه شهد التأذير اه اه الجروب بتاعي اللي هو علم الاثار الفلكي في مصر القديمة اه انا خبيب متخصص في علم الاثار الفلكي وحتكلم النهاردة عن حاجة اه كانت اه عليها بعض الكلام هل هرمكوفه لأربع ولا تمن اوجه او اضلاع البوست انا كنت نزلته عندي على الصفحة بتاعتي وهذه الصورة القديمة وزي ما انت شايفين انا كاتب هنا ان هو قادي تمن اضلاعه هم وكاتب انه اه الصورة دي مني ما بيصورها وامتا وامتا بتحصر الانظاهرة وكلام زي كده بعض الناس تحت هنا قالت انها عبارة عن فوتو شوب وكده طبعا الكلام ده مش صحيف هقول لكم ليه وانا اضلاع هنا رابط لفيديو الرابط ده بيورينا من فيلم ديكيومنتيري عملها ناشونال جيوغرافيك نفس الكلام بالضبط هو من نص دقيقة ثواني يعني حتى عشر ثانية حاجة تلك انا هشجر دلوقتي بيشتغل بيحمل هشوفوا بنفسكم انه هو فعلا مقسوم ادي الخط وادي خط وادي خط والحين جدا الخط ده بالاكتر واضح جدا وما حدش اقول لدي اخدع نظر ده متصور من الديارة واعتقد الاتنين والحين جدا وبالزداد في ده العدال اللي بيشوا طيب يعني اذا الكلام ده جديد لا مش جديد ازاي مش جديد لان عندنا اشهر علم اثار اسمه بتري ودي لوحة فيها مقاسات الهرم بالتفصيل بالبوسة طبعا انا نجد راجل انجليزي بتري ده يعتبر من اوائل عمال اثار ويعتبر ابو الحفاير واول واحد اشتغل شغل اكاديمي يعني علمي وسجل كل حاجة ودي المقاسات اللي واخدها للقعدة بتاعت الهرم واللي بتأكد لنا انه فعلا في اختلاف في المقاسات الكتاب موجود قدامي دي من اللوحات ودي رقم اللوحة رقم ستة زي ما واضح على الشمال الكتاب مية سبعة وخمتين صحة سيقول لكم الولاف بتاع الكتاب وانا كنت قريدي نزلت الرابط بتاعه اسمه The Peramids and Thimble الراجل اشتغل في الجيزة اكتر حاجة ونشر هذا الكتاب يعني اذا الكلام ده موجود قبل كده بيتري دراجل قديم بالمناسبة 1881 تابليت كتبت القثار والناس اللي بتكتب في بعض المواقع او حتى في الجرائد او غير اثاريين بيقولوا الكلام ده غلق لانهم مقاروش الكلام بتاع بيتري وغيره من الحاجات اللي انا وريتها لكم زي الديكومنتري بتاع ال National Geographic ده بس؟ لا مش ده بس احنا عندنا الكتاب صدر زي ما تشايفين كده في 2008 هنجب لكم بس لصورة الولاف ايدي صورة الولاف اسمه The Secret of the Great Pyramid How one man's obsession led to the solution of ancient Egypt's greatest mystery الراجل اللي عمل الكتاب ده اسمه جان بيير هودين راجل فرنساوي وساعده في الكتابة العالم المشهور الاسمه بوب براير بوب براير ده من الناس اللي انا كنت محظوظة ابيتهم شخصيا الراجل ده معروف باسمه راجل الموميا مامي مام ليه؟ لانه حنط واحد امريكي على الطريقة المصرية القديمة اللي بيتقال عليها خطأ فرعونية والراجل ده اللي اتحنط موجود بغاية النهاردة في متحف امريكا بشكل سليم لانه حنطها على الطريقة الفرعونية ويقول المناسبة هو مش اول واحد يعمل تجربة للتحنيف لانه حانش يقول سر للتحنيف فانه عندنا في متحف التحنيف بالأسر عندنا بطة متحنطة من ايام تاكيسكندر حاجة قديمة في الستينات وكده ولست لغت دلوقتي موجودة فما عندناش حاجة اسمها سر التحليم وزي ما عندناش برضو حاجة اسمها سر الهرم اتبنى ازاي كتاب ده بيشرح الموضوع كله والغلاف هنا بيوضح انه اتبنى عن طريق منحضرات داخل الهرم جوه الهرم لان منحضرات داخل الهرم لان منحضرات داخل الهرم تبقى لها مشكلة اهم مشكلة انه الاركان او انه تنتقي الاربع اضلاع في نقطة يبقى صعب لو في اي رديم حول المبنى وهو لازم في واحد يرصد ويتأكد انه الزاوية ماشية مستقيمة الى ان تنتقي في الاربع او جور في نقطة وعنده لقد الا بتاكد هذا الكلام مش وقتها دلوقت متكلم فيها نحن مركزين في الموضوع واحد الكتاب ده في الفين وتمنتاشا زي ما هو واضح ده التاريخ اهو وقادي زي ما هو واضح يعني جمعة هي اللي نشر هذا الكتاب الكتاب يسمو ايه يتكلم عن الهندسة و كيف ان التكنولوجيا القرن ال 21 ساعدتنا في حل لغز الهرم لغز الهرم يعني كيف تبنى هل لي اربع اضلاع هل لي تمان اضلاع الراجل جايب نفس المعلومة سوف نشوفها مع بعض هو نفس الكتاب بتنفتح صفحة معينة فيه قادر الرسمة هي الفرق زي ما انتم شايفين في الضلع 800 ملي يعني كام 80 سنتي يعني 8 من 10 متر بالنسبة لطول الضلع البالغ كام 230 متر يعني جزء بسيط جدا لما تعمل النسبة وتناسب بين 80 سنتي و 230 سنتي انا هحسابها معكم اهو على الالة الحسبة 8 متر على 230 طول الضلع دي النسبة شايفين نسبة كام يعني 3 من كام من الف يعني في كل الف الخطأ خطأ لا يذكر عشان كده صعب ان يبان بالقيل مجردة وما يبانش الا من خلال طيارة زي الصورة اللي احنا شفناها هنا اهي عندي في المدواء في صفحة الفيت وفي المدوانة كذا مكان يعني وبيجي في وقت معين هو وقت الاحتدال الربيع وقت متصورت الصورة كان 21 مارس او في الاحتدال الخليفي 21 تسعة بعده بسة شهر مصد الصورة متصورة في 21 مارس طب ايه الدليلين من الصورة مش فوتو شوب عشان الناس كلها بتقول فوتو شوب يبقى احنا الاول اخبرأنا ان انا هناك كتب جاب المعلومة دى، دبت لكم ايه تلات كتب كتب الهدين والكتاب الاخير 2018 ده من سنتين بس اوكي بس ارجع للكتاب تاني عشان بس اكيد لكم حاجة معينة انه الجزء منخفض ده ده كان اسلوب هذا يؤكد لنا طريقة البناء وليس سأتكلم عن الكتاب لأن الكتاب مليان كثيرة أنا فقط أريد أن أجيب الجزئية التي سأتكلم عليها لأن الصفحة فوق وليس تحت لكن دعونا نتكلم هنا عن النظرية الأديمة التي هي المنحدر هل ترون المنحدر؟ هندسية عملية محسوبة هندسية حتى يصل إلى المنحدر سيصل إلى 1221 متر طبعا هنا يجب على مناسيب مختلفة أو ارتباعات مختلفة 1221 متر يعني سيعدي فوند أولمينا هاوس نحن نظر من تحت الفوق الهرم هذا المنحدر سيكون قبل هذا المكان هذا الشكل سيكون عرض المنحدر أكثر من عرض الهرم لكن الجزء المستخدم فيه هو العشرة متر لأنه المنحدر نفسه عمل مثل الهرم كما ترونه هذا الهرم نفسه الحقيقي لكن المنحدر واحد زاوية ميل عشان إيه؟ يبقى الميول معقولة عشان يقدروا يسحبوا الأحجار عليه لا يجب أن يكون ميل معقولة في الحالة دي حيبقى حجم هذا المنحدر حيبقى حجم الهرم وعرضه هنا على كل جالب من العشرة متر 166 متر حيبقى حجم الهرم هذا المنحدر أضخم من حجم الهرم وحيمنع أنه أي حد يشوف أضلاع الهرم زي ما هو واضح هنا هذه الهرم وهو وقادي المنحدر يبقى زاوية الزاوية والأركان من يتقابل في نقطة واحدة أوكي نرجع نكمل هذه الصورة التي أتكلم عليها هي الفتحات دي كانت مستخدمة لإدخال الأحجار طبعا الراجل هنا أشارك بالتفاصيل طبعا بس أنا بديم لكم بس مجرد اللي بيؤكد هذا الكلام وده نشر حديث جدا فوجود هذه الفتحات كان شيء متوقع بيؤكد هذا الكلام وأرجع للكتاب بير هودين الحتة دي اللي هي في الأركان تجد صور في الهرم فيها مسلس مقطوع مكان تقابل الزاوية اللي هو الحجر لما بيلف لأن الأحجار كانت تتيجي عند الزاوية وتلف تلف جوه مبنى الهرم ودقينا فعلا صور بتبين هذه الفتحات ودقينا كمان بعض الخطوط ظاهرة من بره الهرم بتأكد وجود هذه الممر الحلزوني المنحدر في خطوط جوه الهرم من بره الهرم بتتشاف بالذات في الجزء اللي فوق بتبين لنا هذا الكلام يعني تشوف ادي لفة اثنين ثلاثة وهكذا الحلزون بالضبط وده حللنا مشكلة تانية إذا بيحطوا الهريم الصغير لأنه لو الحلزون من بره المنحدة المنبرحة هذا صعب جدا ولكن من جوه سهل بكتير وبرضه فصل لنا وجود البهو الضخم العظيم انه كان يستعمل في رفع الأحقر نرجع للقصة الاساسية وده حللنا ماهو بيتري وشوفنا جانبي الهودين وشوفنا هذا الكتاب وشوفنا هذا هو نفس الكتاب المناسبة لكنني اريد ان اكد لكم أنه العملية ما هيش لا خداع قصر ولا فوتوشوب كما قالت والعملية موثقة لأن الناس كثيرة سألت وتتقدموا لأنه اعتقدوا أنه هذا الكلام خطأ لا العكس هو الصحيح والذي يقولون هذا التلام هو صحيح هو الذي لم يتابع الأخبار الجديدة في علم الأثار لا أرى الحاجات الحديثة مثل جانبي الهودين 2008 وكذلك 2018 هذا الملخص البسيط لن أطول عليكم وأكتفي بهذا القبر